بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ففي هذا اليوم الأربعاء الثاني والعشرين من الشهر العاشر من عام خمسة وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير القرآن العظيم وفي شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلين الله عز وجل أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئاً إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون قال المصنف رحمه الله تعالى النجوى هي التناجي بين اثنين فأكثر وقد تكون في الخير وتكون في الشر فأمر تعالى المؤمنين أن يتناجوا بالبر وهو اسم جامع لكل خير وطاعة وقيام بحق لله ولعباده والتقوى وهي هنا اسم جامع لترك جميع المحارم والمآثم فالمؤمن يتمثل هذا الأمر الإلهي فلا تجده مناجياً ومتحدثاً إلا بما يقربه من الله ويباعده من سخطه والفاجر يتهاون بأمر الله ويناجي بالإثم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول كالمنافقين الذين هذا دأبهم وحالهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ أي يُسِيئُونَ الْأَدَبَ مَعَكَ فِي تَحِيَّتِهِمْ لَكَ وَيَكُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ أَنْفُسِهِمْ أَنْ يُسِرُّونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا ذَكَرَهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَنْهُمْ وَهُوَ قَوْلُهُمْ لَوْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ومعنى ذلك أنهم يتهاونون بذلك ويستدلون بعدم تعجيل العقوبة عليهم أن ما يقولون غير محذور قال تعالى في بيان أنه يمهل ولا يهمل حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير أي تكفيهم جهنم التي جمعت كل شقاء وعذاب عليهم تحيط بهم ويعذبون بها فبئس المصير وهؤلاء المذكورون إما أناس من المنافقين يظهرون الإيمان ويخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب الذي يوهمون أنهم أرادوا به خيرا وهم كذبة في ذلك وإما أناس من أهل الكتاب الذين إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السام عليك يا محمد يعنون بذلك الموت يقول تعالى إنما النجوى أي تناجي أعداء المؤمنين بالمكر والخديعة وطلب السوء من الشيطان الذي كيده ضعيف ومكره غير مفيد ليحزن الذين آمنوا هذا غاية هذا المكر ومقصوده وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله فإن الله تعالى وعد المؤمنين بالكفاية والنصر على الأعداء وقال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فأعداء الله ورسوله والمؤمنين مهما تناجوا ومكروا فإن ضرر ذلك عائد على أنفسهم ولا يضر المؤمنين إلا شيء قدره الله وقباه وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي ليعتمدوا عليه ويثقوا بوعده فإن من توكل على الله كفاه وتولى أمر دينه ودنياه هذه الآيات الآيات الثامنة إلى الآية العاشرة من سورة المجادلة وعنوانها آيات النجوة أو التناجي أو المناجاة كلها بمعنى واحد وإن كانت المناجاة تزيد عليها أن الإنسان حينما يناجي ربه أن يدعوه بما يفتح الله عليه من خير الدنيا والآخرة تفسير هذه الآيات ومناسبة الآيات لما قبلها وسبب النزول والمفردات والمعنى الإجمالي وبعض أوجه القراءات والأحكام والهدايات ما سنتناوله باختصار في موضوع آيات النجوة الثلاث من الآية الثامنة إلى الآية العاشرة وهذا ما يعرف بالتفسير الموضوعي أنك تعرف موضوع الآيات وأي شيء تتحدث فيه مناسبة الآية لما قبلها تذكرون في الآية التي قبلها ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إذن السياق واحد لكن في هذه الآيات يؤكد الله عز وجل على حكم النجوة وآثارها وأخطارها والمنهج الصحيح الذي يجب أن يسلكه المسلم فالله عز وجل لما ذكر في الآية السابقة أنه عليم بالسر والنجوة وأنه لا تخفى عليه خافية خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ألم ترى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا العبرة بعموم لا فضلا بخصوص السبب مبينا له حالة بعض أهل الكتاب ولسيما من اليهود أو المنافقين الذين نهوا عن التناجي دون المؤمنين فعادوا لما نهوا عنه وما كان تناجيهم إلا بالإثم والعدوان وهذا أمر لا يجوز ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ثم ذكر أن من أعمالهم وصفاتهم أنهم يحيون الرسول ويحيون المؤمنين بما لا تقره قلوبهم فلهذا كأنهم يوهمون بالسلام عليك يا رسول الله وهم يقولون السام عليك يعني الموت عاملهم الله بما يستحقون لهذا قال وإذا جاؤوك حيوك بما لم يحيك به الله ومع هذا أنفسهم أنفسهم توبخهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ثم بيّن عقابهم وأن حسبهم جهنم ومن كانت حسبه جهنم والعياذ بالله أي كافيته من العذاب يصلونها فبئس المصير ففي هذه الآيات بيان مناسبة هذه الآية والآيات لما قبلها وأنه استخفاف من اليهود والمنافقين بالتناجي بما يضر المؤمنين من الإثم والعدوان وحث للمؤمنين أن يتناجوا بضد ذلك إذا تناجوا فيتناجوا بالبر والتقوى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى ثم بيّن أن التناجي بالإثم والعدوان من الشيطان في الآية العاشرة إنما النجوى من الشيطان ولن يضرهم الشيطان شيء ولن تضرهم النجوى شيء إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي فعليه توكلوا أيها المؤمنون فلن يضركم شيء إلا ما كتب الله لكم تناجوا أيها المشركون أو لا تتناجوا فالله حافظ عبده وحافظ أولياء وهم متوكلون عليه ومن توكل على الله كفاه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إذن هذه الآيات فيها التوحيد وفيها الإيمان وفيها المراقبة لله عز وجل وفيها التحذير من سلوك المنافقين وسلوك اليهود أو حتى سلوك بعض المسلمين الذين يجهلون الآداب الشرعية والأخلاق النبوية وأيضا يقعون في شيء من التناجي وهذا يحصل في المجالس قد يكونون ثلاثة فيتناج اثنان دون الثالث وهذا أمر محرم كما في صحيح مسلم كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم اثنين فلا يتناج إذا كنتم اثنين فأكثر أو ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزن قطعا اثنين يتحدثون وأن جالس أمامهم الشيطان بيأتيك وبين أن هؤلاء يتحدثون فيك فلهذا نهي ولو كانوا لا يتحدثون فيه سدا للذريعة وحفاظا لما بين المؤمنين من المودة والرحمة والتآخي في الله عز وجل ومنه اليوم التناج الإلكتروني التناج عبر التويتر والتناج عبر الوسائل المعاصرة والهواتف يخطط اثنان أو أكثر ضد ثالث أو ضد غيرهم كل ذلك إذا كان بالإثم والعدوان فلا يجوز ولا يجوز حتى في مثلا أحيانا اللي تسمى المجاميع والقربات إنه ينفرد مجموعة عن بقية إخوانهم لأن ذلك لو علموا أنه يحزنهم هذا مناسبة الآية لما قبلها فكل الموضوع موضوع التناجي والتحذير من خلق ذميم يقع فيه بعض المسلمين تشبها باليهود وتشبها بالمنافقين الذين كانوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وكان ذلك يحزن الرسول ويحزن المؤمنين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله توكل على الله واعتصم به وثق أن الله حافظك وحاميك ومدافع عنك مهما أجلبت عليك الأرض كلها بكل فئاتها وطوائفها فالله حافظ عبده سبب النزول سبب نزول هذه الآيات ما أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل ابن حيان قال كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود موادعة فكان إذا مر بهم رجل من الصحابة جلس اليهود يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بأذاه أو بما يكرهه فنهاهم الله عز وجل عن النجوى وهنا نهاهم النبي في سبب النزول نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى فلم ينته فأنزل الله سبحانه ما يبين أمرهم ألم تر إلى الذين نوهوا عن النجوى ثم يعودون لما نوهوا وفعل القبيح قبيح وفعله بعد ما ينهى عن القبيح أقبح ولله المثل الأعلى حينما يأمر الأستاذ أو الوالد ابنه بخصلة من الخصال ينهاه عنها ثم يعود إليها كالكذب مثلا فهذا أقبح في السلوك الذي ينهجه المنهي عنه هذا سبب نزول آية المناجاة ألم تر إلى الذين نوهوا عن النجوى وسبب نزول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ما أخرجه الإمام أحمد والبزار والطبراني بسند صحيح عن عبد الله بن عمر أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم السام عليك يعني الموت ثم يقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول فنزلت وإذا جاءوك حيوك وفي الباب عن أنس وعائشة رضي الله عنها وقد غضبت عائشة لما سمعت هذا الدعاء منهم وهذه التحية منهم وأنها الموت قالت وعليكم الموت والسام واللعنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم الرفيق عليه الصلاة والسلام بالعالمين والرحمة بهم ألم تسمعي ما قلت لهم قلت وعليكم قلت عليكم يعني اللي تقولون هالموت عليكم واللعنة عليكم وأي شيء من الأذى عليكم ولهذا حينما يشك بالإنسان أو بعدو أنه يسلم فالسنة أن يقال عليكم لأنك لا تأمن أنه يدعو بما يضرك ويضر المؤمنين وحتى لو أحسن الإنسان نية ورد السلام فهو بنية ومأجور وعدوه مدحور وآثم وقوله قول الزور سبب نزول إنما النجوة إذن ثلاثة أسباب نزول ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوة له سبب وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله له سبب وآية إنما النجوة من الشيطان ما أخرجه ابن جرير الطبهري عن قتاده رضي الله عنه قال كان المنافقون يتناجون بينهم وذلك يغيظ المؤمنين ويكبر عليهم فأنزل الله إنما النجوة من الشيطان فلا تفعلوها فلا تتناجوا بالإثم والعدوان قوله ألم ترى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد ألم تنظر ألم تسمع يا محمد إلى الذين نهوا ومنعوا عن النجوة وهي المحادثة بين اثنين فأكثر فيما يضر المؤمنين دون المؤمنين والنجوة التحدث بالسر أو بالخفية بالخفية بالإثم والعدوان بالأذى بالإثم بإلحاق السوء والمكروه بالمؤمن أو المؤمنين عام ثم يعودون ثم يعودون ويرجعون لما نهوا عنه من تلك النجوة مرة بعد مرة إيقاعاً للحزن والأذى في قلوب المؤمنين وإيهاماً لهم بأنهم يتشاورون عليهم وهؤلاء هم اليهود أو المنافقون كانوا يتناجون فيما بينهم ويتحلقون ثلاثة وخمسة كما في الآية التي قبل ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ويتغامزون بأعينهم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يبحكون وإذا مروا بهم يتغامزون هذه الغمزات وهذه اللمسات وهذه الهمسات وهذه المناجات لن تضيع عند رب العالمين والله حافظ المؤمنين فلهذا لا يجوز أن يتناجى الناس فيما بينهم بالإثم والعدوان وحتى إذا لم يكن بالإثم والعدوان إذا كانوا اثنان إذا كانوا اثنين فأكثر ومعهم واحد أو أقل فلا يجوز لأن ذلك يغيظه هذه العلة كل ما يحزن المؤمن ويغيظه فهو منهي عنه ويجب على المؤمن أن لا يؤذي إخوانه المسلمين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالقول أو بالفعل أو بالتصرف أو بأي عمل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والهمزة في ألم ترى استفهام تعجب استفهام تعجب من حالهم وصيغة المضارع للدلال على تكرر عودهم ألم ترى وتجدده واستحبار صورته العجيبة قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه خرج صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ونحن نتحدث فقال ما هذه النجوة ألم تنهوا عن النجوة فقالوا تبنا إلى الله إنا كنا في حديث الدجال عضر يتناجون في مسألة علمية وفي حديث ومع هذا فلا يجوز التناجي ألم تنهوا عنه قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم منه يعني الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفي والشرك الخفي هو الريع فحتى لو يتناج إثنان في مسألة علمية أو يتناج بعض أهل المجلس وهذا من أداب المجالس في مسألة العلمية فأشركوا غيركم من أداب المجالس أن لا يقتصر مجموعة في المجلس على حديث ويتركوا الآخرين وأشد منه اليوم أنه يناجي جواله وهاتفه وشبكات المعلومات ولا يدري صاحبه اللي معه هل هو بالإثم والعدوان أو بما يضره فينبغي أن يراعى هذه الآداب وهذا مع الأسف مما جرته والتكنولوجيا الحديثة في على القيم الإسلامية والآداب والغريب أنك تجد الأسرة الأسرة الأب والأم والأبنى والبنات جالسين في جلسة عائلية تحفها المودة والرحمة والحنان والعط والسكينة فيدخل عليهم الشيطان في التناجي في هذا الجوال بين الإنسان وصاحبه فيترك المجلس وقد يقوم وقد يخرج وقد يحدث ما لا تحمد عقباه هذا كله من الأداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم ويتناجون بالإثم أي بما هو إثم في نفسه كالكذب والبهتان والأذى والغيبة والنميمة والعدوان للمؤمنين ومعصية الرسول أي ومخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فقد نهاهم عن النجوة ومع ذلك عادوا إلى معصيته عليه الصلاة والسلام وهو معطوف على قوله ثم يعودون ثم يعودون يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول معطوفة على يعودون ويعودون داخل في الحكم بل أشد منه وبيان لما نهو عنه لضرره في الدين أن يتحدثون سرا بما هو إثم في نفسه وعدوان للمؤمنين وتواصم بمعصية الرسول والعدوان الظلم والجور والمعصية خلاف الطاعة وتلاحظون في المصحف أن الرسم ومعصية بالتاء المفتوحة وليست التاء المربوطة لماذا؟ بالتاء المبسوطة لأن القراءة القراءة مختلفون في الوقف عليها لو كانت مربوطة كان الوقف على ومعصية أما هنا مفتوحة ومبسوطة فيوقف عليها إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية إذا وقفت عليها لأنها في قراءة أبي عمر وابن كثير والكساء القراءة التي سبقت ومعصية على مذهب الجمهور وقرأ أبو عمر وابن كثير والكساء إذا وقفوا ومعصية بالها غير أن الكساء يقف بالإمالة ومعصية على أصله والبقون اللي هم الجمهور يقفون بالتاء ومعصية هذا بيان الحكمة واللطيفة في الرسم وأنها كتبت بالتاء المبسوطة نعم أما الوصل فهم متفقون إذا وصلت ومعصية الرسول على بإجماع القراءة هذه فائدة ومن القراءات ألم تر ويتناجون بوزن يتفاعلون واخترى هذه القراءة أبو عبيدة وأبو حاتم لقوله فيما بعد إذا تناجيتم فناسب يتناجون إذا تناجيتم فلا تتناجوا وقرأ حمزة وخلف وورش عن عقوب بالقصر ويتنجون بينما قراءة الجمهور بالمد يتناجون ويتنجون بوزن يفتعلون مضارع انتجا وهي قراءة ابن مسعود وأصحابه وحكى سيبويه أن تفاعلوا وافتعلوا بمعنى واحد تخاصموا واختصموا تناجوا وتنجوا تقاتلوا وتقتلوا هذه بمعنى واحد وقرأ الجمهور ومعصية بالإفراد وقرأ الضحاك وحميد ومجاهد ومعصيات الرسول إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيات الرسول هذه على قراءة الجمع قرأ بها الضحاك وحميد ومجاهد قال وإذا جاءوك يعني إذا جاءوك يا محمد هؤلاء المتناجون من اليهود لم يكتفوا انظر خبثهم حتى في السلام يحرفونه السلام بصيغته القولية والسلام اليوم بمعانيه العظيمة التي جاء بها الإسلام فهم يحرفون السلام إما إلى استسلام وإما إلى حرب وما هو واقع أكبر شاهد إذا جاءوك حيوك خاطبوك وعظموك وسلموا عليك لكن بما لم يحيك به الله يتظاهرون بذلك أي بتحية لم يأذن بها الله أن تقال لك فيقولون السام عليك عاملهم الله بما قالوا وما فعلوا في قديم الزمان وحديثه يقولون إذا جاءوك في تحيتهم إياك السام عليك يا محمد وهم يوهمون أنهم يقولون السلام عليك فيرد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم بدون الواو والسام بلغة اليهود الموت أو يقولون أنعم صباحا وهي تحية الجاهلية وجاء الإسلام بتحية الإسلام وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأولى عشر حسنات والثانية عشرون والثالثة ثلاثون فلا تبخل على نفسك أي عند الجاهلية أنعم صباحا أي ليصل صباحك ناعما لينا لا بؤس فيه والله سبحانه يقول وسلام على المرسلين أي تحية الإسلام السلام وسلام على عباده الذين اصطفى واختلفوا في الرد السلام إذا سلم عليك غير المسلم فماذا ترد عليه الجواب أن العلماء مختلفون فذهب ابن عباس والشعبي وقتاده أن نرد السلام على من سلم واجب سواء كان مسلما أو غير مسلم ودليله العموم والظاهر وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها هذا ما ذهب إليه الجمهور وقال مالك رحمه الله الرد عليهم ليس بواجه فإن رددت فقل عليك أو عليكم وقال بعضهم يقول في الرد علىك السلام يعني ارتفع عنك ولا جاك شيء من السلام أو السلام علىك أي ارتفع عنك فلم تحط به وقال بعضهم في الرد السلام السلام وعليك السلام يعني الحجارة والذي يظهر التفريق بين المحارب وبين المسالم فالمحارب يستحق الحجارة ويستحق أيضا عليك والمسالم على الأصل وأيضا إذا احتسب الإنسان أن يكون فيها دعوة إلى الله وبيان قيم المسلمين ورجع من ذلك المسلم عليه أن يستميل قلبه إلى الإسلام فلا بأس يحييه ويسلم عليه ويحتفي به وإن جاءت ولكم وتانكيو بعد هذه بعد وسيلة إن شاء الله لدعوته إلى الإسلام المهم هؤلاء اليهود أو المحاربون أو المخالفون أو الذين آذوا النبي عليه الصلاة والسلام لهم حكم ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبون الله بما نقول نعم سيعذبكم الله بما تقولون جزاء وفاقا كيف يؤذى النبي إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقيل المعنى لو كان نبيا يقولون لو كان نبيا لستجيب له فينا يقولون في أنفسهم لو كان ما نقوله واقعا على محمد وهو يدعي الرسالة والنبوة على الحقيقة لدافع الله عنه وهذا أيضا ما تحقق ولله الفضل والمنة وهذا من نعمة الله على هذا الدين وعلى المؤمنين وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم حسبهم جهنم حسبهم جهنم حسبهم جهنم حسبهم جهنم عذابا حسبهم جهنم مبتدأ عذابا خبرها محذوف حسبهم جهنم أو جملة يصلونها أي هي حسبهم وكافيهم جهنم في التعذيب من أحسبه إذا كفاه يصلونها يدخلونها ويقاسون حرها لا محالة وإن لم يعجل تعذيبهم لحكمة والمراد الاستهزاء بهم والاستخفاف بأمرهم وشأنهم لكفرهم وعدم إيمانهم وعداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فبئس المصير والمرجع والمخصوص بالذنب هي جهنم بئس أي جهنم للكفار واليهود والمنافقين وقال بعض المفسرين وقولهم ذلك من جملة ما غفلوا عما عندهم من العلم فإنهم كانوا أهل كتاب يعلمون أن بعض الأنبياء قد عصته أمته وآذوه ولم يعجل تعذيبهم لحكمة ومصلحة علمها الله عز وجل ثم إن الله سبحانه يستجيب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت قول اليهود أو قالت للرسول سمعت قول اليهود فقالت عليكم السام والذام واللعنة فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانة ولا نزع من شيء إلا شانة انظر الرفق حتى مع المخالفين وحتى مع غير المسلمين بل حتى مع المؤذين لأن عاقبة الرفق عظيمة فإن الله يحب الرفق في كل شيء ولا يحب الفحشة ولا التفحش أما سمعت ما رددت عليهم فقلت عليكم فيستجاب لي فيهم يعني الموت عليكم والسام والذام واللعنة عليكم أيها اليهود الذين تحيون بغير التحية الشرعية وتريدون الموت والشتم والسب ومع هذا يحدثون أنفسهم أنه لو كان نبيا حقا لعذبنا الله بما نقول وأكبر من العذاب حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير وأيضا حسبهم فضحوا الله لهم والنكاية بهم على رؤوس الأشهاد وفي قرآن يتلى إلى يوم القيامة ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم الخطاب للمؤمنين مؤدبا لهم وتحذيرا من سلوك اليهود والمنافقين يا أيها الذين آمنوا بقلوبهم وألسنتهم إذا تناجيتم وتحدثتم في أماكنكم وفي مجالسكم وفي خلواتكم وفي منتدياتكم فلا تتناجوا أي لا تتحدثوا بالإثم والكذب والمكر والكيد للمؤمنين وللرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالعدوان على المؤمنين بالهمز واللمز والطعن والتعيير ومعصية الرسول ولا بالتشويش ولا بالتحريش ولا بالتهويش أي ولا بمعصية الرسول ومخالفته صلى الله عليه وسلم كما يفعله المنافقون واليهود لا تتناجوا بالإثم والعدوان ثم بيّن لهم ما يتناجون به فقال وتناجوا بالبر والتقوى البر اسم جامع لكل خير بما يضمن خير المؤمنين والتقوى اسم جامع أيضا من الاتقاء عن المخالفات واتباع الأوامر واجتناب النواهي ومنها معصية الرسول صلى الله عليه وسلم قال سهل وتناجوا بذكر الله بالعلم بقراءة القرآن بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر في محاسن الإسلام في القيم قرأ الجمهور فلا تتنجوا قرأ الجمهور فلا تتناجوا بالألف وقرأ ابن محيص بالإدغام فلا تتنجوا وقرأ الكوفيون فلا تنتجوا مضارع انتجا وقرأ الجمهور العدوان بضم العين وقرأ ابو حيوة بكسرها وفلا تتناجوا بالإثم والعدوان وقرأ الضحاك ومعصيات الرسول بالجمع والجمهور على الإفراد واتقوا الله أي خافوه أيها المؤمنون خافوا عقاب الله فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى الله الذي إليه وحده تحشرون ترجعون تبعثون وفي هذا أيضا دعوة إلى المحاسبة سيحاسبكم الله سترجعون إليه ستبعثون إليه لا إلى غيره استقلالا ولا اشتراكا فيجازيكم بكل ما تأتون وما تتناجون وما تقولون وما تفعلون والمعنى إذا حدث منكم أيها المؤمنون تناج ومسارة في أنديتكم وخلواتكم فلا تفعلوا كما يفعل الكفار من أهل الكتاب واليهود والمنافقون ومن ما لأهم وتناجوا بما هو خير واتقوا الله فيما تأتون وما تذرون فإنكم محشورون مبعوثون راجعون إليه وعسى ذلك أن يدفعكم إلى القول الحق والمناجاة بالبر وعدم الإثم والعدوان ومعصية الرسول ثم بيّن سبحان في الآية الأخيرة أن ما يفعله اليهود والمنافقون من التناجي هو من الشيطان إنما النجوة النجوة أي نجوة النجوة المعهودة العهد الذكري والذهني التي هي أقرب مذكور فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول هذه النجوة التي هي التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول من الشيطان بقرينة ليحزن الذين آمنوا هذا التعليل واللام لام التعليل ولأن ألفيه للعهد العهد الذكري والذهني من الشيطان لا من غيره فإنه المزين لها ويكفي الشيطان أنه يزين الشر ويزين الباطل ويزين الإثم والعدوان فليكن المؤمنون على حذر أي من تزيين الشيطان وتسويله ليحزن الذين آمنوا ليحزن إنما النجوة النجوة اسم إن وخبرها نعم أين هو من الشيطان هذا الخبر الأول ليحزن الذين آمنوا خبر ثاني من الحزن من الحزن أو من الحزن وكلاهما مقصود ولهذا قال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي آية فصلت ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا مما سبق وأن لا تحزنوا لا تحزنوا على ما سبق ولا تخافوا مما هو أمهمكم أو مما هو حاضر لديكم فالموصول مفعول قال الراغب الأصفهاني والحزن خشونة في النفس لما يحصل فيها من الغم والهم ويضاده الفرح والمعنى إنما هي ليجعل الشيطان المؤمنين محزونين يتوهمون أنهم في نكبة أصابتهم في سيرتهم يعني غزاتهم غلبوا وأن غزاتهم غلبوا وأن أقاربهم قتلوا متألمين بذلك فاترين في تدبير الغزو إلى غير ذلك مما يحزن المؤمن ولو كان في أموره الدنيوية وفي الحديث إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه والعلم النتيجة أنه لن يحزنه شيء إلا بإذن الله وليس التناج من الشيطان بضارهم أن يضر المؤمنين شيئا من الأشياء أو شيئا من الضرر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى ومشيئته وإرادته فعلى المؤمن أن يتوكل على الله وأن يكون إيمانه بالله قويا وأنه مهما أجلب الناس عليك برجلهم وخيلهم ولم يقدر الله عليك ذلك فلن يتحقق لك إلا ما أراد الله لك من حزن أو وسوسة إلا بإذن الله أي بمشيئته وإرادته فيقع المؤمن فيما يقربه إلى الله وليقوي إيمانه بالله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ليعتمد المؤمنون عليه في كل شؤونهم في أقوالهم وأفعالهم في سلمهم في حربهم في سرهم وعلانيتهم ليفوضوا أمورهم إليه وليثقوا به ولا يبالوا بنجوى أعدائهم كم هي الاجتماعات وكم هي التحالفات وكم هي المؤامرات وكم وكم وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله فالله عاصم للمؤمنين من شرها وضررها فينبغي للعبد التوكل التام عليه على الله ومع ذلك يتعاطى الأسباب مثلا أسباب القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وفي المناجاة إذا كانت خاصة أن يحذر الذين يتناجون فلا يستمع لكلامهم ولا يحضر مناجاتهم والمعنى أن ما يتناجى به المنافقون مما يحزن المؤمنين إن وقع فلن يقع إلا بإرادة إطمئن أيها المؤمن ومشيئته فلا يكترثن المؤمنون بالتناجي أيًا كان وليتوكل على الله ولا يخاف ولا يحزن فإن من توكل عليه لا يخيب أمله ولا يبطل سعيه وعلى الله فليتوكل المؤمن تقديم المعمول دلالة على أيضا أهمية التوكل وأنه لا يمكن أن يكون إلا على الله وحده سبحانه وتعالى الأحكام والهدايات حكم النجوة حكم النجوة والتناجي بيان مكر اليهود والمنافقين وكيدهم للمؤمنين في كل زمان ومكان لا تأمن اليهود ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا تأمن المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فهؤلاء أعداء بل إن عداوتهم أشد من عداوة الكفار الذين عداوتهم ظاهرة وهؤلاء يزينون القول ويزخرفونه وهم أعداء للمؤمنين فليحذر المسلم بيان أحكام المناجاة بين المسلمين وبين الذميين والمسلمين وبين غير المسلمين والمسلمين والحكم في الرد وخلاف أهل العلم فيما ذكروا من صيغ الرد في السلام حرمة التناجي بغير البر والتقوى للمؤمنين وغير المؤمنين حتى المؤمن إذا تناجى بالإثم أو بما يؤذي المؤمن فلا يجوز والأمر بالصدقة والمعروف لا يجوز إلا بالتقوى والبر والأمر بصدقة لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس تحريم التناجي الاثنين دون الثالث ومنه أيضا الأكثرية بحضور الأقلية لأن الأكثرية قد يكون لها الغلبة لما في ذلك من الإحزان ليحزن الذين آمنوا لما يقع في نفس من يتناجى بحضرته من الحزن لا سيما في حال الحرب وحال الأذى وحال النكبات والأزمات وحال السفر أحيانا إذا سافر ثلاثة وقام من ثنين يتناجون طيلة السفر وواحد مسكين ما يدري خطعا سيحزنه ذلك لأنه يجزم أنهم يتعامرون بما يؤذيه فليحذر المسلم من ذلك وجوب التوكل على الله في كل الأمور وترك الأوهام والوساوس فإنها من الشيطان يعني لا يدخل كالوهم بعض الناس يظن ما يحسي اثنين في الدنيا لا يتكلم اثنين في الدنيا إلا ضده هذه يعني قد توجد عند بعض الناس يكون عنده شكوك وأيضا عدم ثقة في نفسه فيشكك في كل اثنين يتحدثون يحسن يتحدثون فيه وهم ليسوا كما كان الصحابة يتحدث في أمر المسيح الدجال ومع هذا إذا كان بحضرة الثالث فلا لأنه يحزنه ومع هذا يجب أن يقوى الإيمان والتوكل على الله ويكون الإنسان بكل ثقة ويعتقد أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من تناجي المتناجي أو عدم تناجيهم لو أجمع على الإنسان في عداوته الجن والإنس سيجعل الله له منهم فرجا ومخرجا فليتوكل عليه سبحانه والحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم أحسنت نعم هذا هو الحديث ذكره الحافظ رحمه الله في عمدة الأحكام الحديث الثالث من باب الأذان في كتاب الصلاة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا ما قلت واشربوا ما تبينا نشرب عندك ما فيه طيب حديث من عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابني أمي مكتوم الحديث في البخاري في كتاب الأذان باب الأذان قبل الفجر وعند مسلم في كتاب الصلاة باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك عبد الله بن عمر مرت ترجمة بلال كذلك هو ابن رباح وأمه حمامة من السابقين الأولين إلى الإسلام شهد بدرا والمشاهد كلها إن بلال يؤذن بليل يؤذن بليل أن يؤذن الأذان الأول هذا في الصيام في الفجر سواء الصيام فريضة أو نافلة كالإثنين والخميس أو أيام ها أيام البيض نعم أو غيرها من الأيام يؤذن قبل طلوع الصبح له الأذان الأول في الفجر فكلوا واشربوا لا يتعلق بهذا الأذان الذي هو الأول أحكام في الصيام بل إنه يسوغ للإنسان أن يأكل ويشرب بما يتقوى به على الصيام والأمر هنا للإباحة بل والاستحباب الاستحباب التسحر السحور وللإعلام بامتداد وقت السحور إلى الأذان الثاني اللي هو الأذان الثاني أذان الفجر أذان ابن أم مكتوم حتى تسمع في رواية حتى ينادي وفي رواية حتى يؤذن ابن أم مكتوم وابن أم مكتوم الصحابي الجليل الرجل الأعمى اسمه عبد الله وقيل اسمه عمر ابن قيس القراشي وهو المذكور في سورة عبس عبس وتولى أن جاءه الأعمى هو ابن أم مكتوم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه واستخلفه على المدينة ثلاثة عشرة مرة في هذا منقبة لعبد الله ابن أم مكتوم أنه ولي في غيبة الرسول صلى الله عليه وسلم إمارة المدينة ثلاثة عشرة مرة إذا غزى النبي صلى الله عليه وسلم أو سافر أو حج أو اعتمر فإنه ينيب عبد الله ابن أم مكتوم أو عمر ابن أم مكتوم وفي هذا دلالة على أنه يجوز لفاقد البصر أو النظر أن يلي الولايات العامة والخاصة الإمامة والإمارة والقضاء والعلم والإفتاء وغيرها لأن لأن ذلك هو السنة وفيه من هؤلاء من يتحدى المبصرين كله بعلمه وفضله ومكانته إنه نور البصيرة إنه نور البصيرة إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي نور ما له ثان هكذا كان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه في آخر الحياة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا له عدد من المؤذنين وفي أذان الفجر لأن فيه أذانين كان يؤذن بلال وكان يؤذن ابن أم مكتوب بلال يؤذن للأذان الأول قبل طلوع الصبح الفجر لكونها في وقت نوم فيحتاج الناس إلى أخذ الأهبة وهذه من حكمة الأذان الأول في الفجر وفي الجمعة ليأخذ الناس الأهبة قبل دخول الوقت يستعدون هؤنا في الصيام بالسحور بمثلا الوتر بالقيام بالاستعداد وفي الجمعة في الغسل ونحو ذلك والتبكير إلى الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم نبه المسلمين أنه من أراد الصيام من الصحابة فإن بلال يؤذن بلال يعني لا تمسكوا لا تمسكوا بمجرد أذان بلال لأنه يؤذن قبل الفجر فكلوا واشربوا حتى يطلع الصبح والفجر ويكون مؤذنه الأذان الثاني عبد الله بن أم مكتوم ووقت إذ يبدأ الصيام والكف عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات ويدخل وقت صلاة الفجر هنا مسائل المسألة الأولى حكم الأذان الأول قبل طلوع الفجر ذهب العلماء في هذه المسألة إلى قولين القول الأول وإليه ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى مشروعية الأذان الأول وهذا دليلهم يؤذن بليل فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم القول الثاني وإليه ذهب الحنفية أنه لا يشرع قياسا على باقي الصلوات ما في أذن ظهر أول ولا عصر أول ولا مغرب أول ولا عشاء أول فيكتفى به إذ لا يؤذن لها إلا بدخول الوقت وهذا مذهب الحنفية والراجح والله أعلم مشروعية الأذان الأول للدليل للأثر وللنظر الأثر هذا الحديد وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره وأيضا في النظر الحكمة والمقصد في فوائد وفي مقاصد عظيمة لا تخفى وقد ذكرنا شيئا منها ويرد على الحنفية أن هذا الأذان تنبيه وليس لصلاة الفجر ولهذا لا يقال فيه الصلاة خير من النوم فإن لصلاة الفجر أذانها ولا يظن أن للفجر أذانين أن قولهم قياس قاسوا الفجر على الظهر وقاسوا الفجر على العصر والمغرب والعشة ويرد عليهم الجمهور بأن هذا قياس مع الفارق والقياس مع النص لا يجوز والنص هنا ظاهر حديث بن عمر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم في البخاري ومسلم وإذا ثبت الحديث فهو المذهب لدى الأئمة كلهم لدى الأئمة كلهم رحمهم الله والصحيح ما ذهب إلى الجمهور بالنص والنظر والأثر وأيضا المقصد والحكمة المسألة الثانية الحكمة من مشروعية الأذان الأول لما كان الليل وقت نوم والنائمون مستغرقون ويقوم المتهجدون منهم شرع الأذان تنبيها للنوم وللمتهجدين ليستعد الجميع فيستيقظ النائم ويتأهب بالغضوء والغسل إن كان يحتاج الغسل ويرتاح القائم الذي يصلي لينهض إلى الفريض نشيطا وليتسحر من أراد الصيام فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم متفق عليه ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم أو ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم وهتان حكمتان عظيمتان المسألة المسألة الثالية الثالثة متى يؤذن الأول متى قبل الفجر بساعة بنصف ساعة هل هناك وقت محدد أو ليس هناك وقت محدد اختلف القائلون بمشروعية الأذان الأول متى يكون وقت الأذان الأول على الأقوال الآتية قولين الأول أن وقته يبدأ من منتصف الليل قالوا لأن الليل إذا ذهب نصفه فقد ذهب معظمه والقول الثاني يبدأ من ثلثي الليل يعني القول الأول نقول يبدأ من اثنى عشر في هذا تبكير حقيقة ونسيما مع الوقت اليوم الناس اليوم لا ينامون كثير منهم إلا حول ذلك الوقت فالقول الثاني ثلثي الليل يعني من ثنتين يمكن و القول الثالث أنه يؤذن قرب الأذان الثاني قرب الأذان الثاني و يستفاد من قوله إن بلال يؤذن بليل حج للقول الثاني والثالث لأنهم قالوا منتصف الليل ثلثي الليل فإن بلال يؤذن بليل يدل عليه هذا الحديث فإنه من باب التنبيه تنبيه الناس إلى عدم الخلط بين الأذانين لأن الأذان الأول والناس نائمون والأذان الثاني والناس مستعدون لصلاة الفجر والقول الثالث أنه ما بين أن ينزل هذا ويرقى هذا هذا دليل على أن الوقت قريب وهذا الحديث في الصحيحين قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبح يعني ترى الناس أصبحت هذا دليل أيضا أن الوقت فيه ساعة بعض الناس يشدد على نفسه يا كثر الأسئلة في رمضان أذن وأنا أشرب الماء الحمد لله بلال وابن أم مكتوم بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن عند طلوع الفجر وهو رجل أعمى يؤتمن يؤتمن على عبادة الناس وهو لا يرى الوقت وإنما إذا قيل له أذن أذن أصبحت أصبحت طلع الصبح قام أذن فالحمد لله فيه مرونة فلا ينبغي النسان أن يشدد على نفسه هذا من يسر الشريعة الأحكام والفوائد أولا المحاة مشروعية الأذى المحافظة على أمر الله تعالى في بيان أحكام الشريعة دقها وجلة حتى الأذان الأول لم يخلو في الشريعة من حكم حتى الآداب وآداب قضاء الحاجة لم تخلو في الشريعة لم تخلو الشريعة فيها من بيان أحكامها قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ما مات عليه الصلاة والسلام وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للصحابة وللأمة منه علما عليه الصلاة والسلام جواز اتخاذ المؤذن أعمى إذا كان مؤتما وضابط ويعرف الوقت وحريص أو كان له من يدله ويخبره والآن الجوال والساعة والساعة المنبهة كل هذه قراء تعين وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت الفائدة الثالثة جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد إذا كانت المساجد كبيرة كالحرمين والجوامع الكبيرة يجوز أن يتعدد المؤذنون للحاجة أربعة إذا كان للمسجد مؤذنان يؤذنان للصبح فيجب أن يكون أذان الأخير منهما عند الفجر للإعلام بالكف عن الطعام والشراب لمريد الصيام والإعلام بدخول وقت فريض وهو الأذان الثاني المعروف والأذان الأول إليه قبل ساعة وإلا قبل نصف ساعة وما بين أن يرقى هذا وينزل هذا وقيل بينهما نحو ستين آية كل هذه يعني أوقات متقاربة ولله الفضل والمن ولو زاد أو نقص فليس هناك نص ثابت في تحديد المدة في الحديث على أن خبر دليل على أن خبر الواحد حجة من أين استخرجناه المؤذن أحسن وابن أم مكتوم رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبح يجي واحد يقول ترى دخل الوق جواز الأخذ بقول الواحد ومثله أيضا الصيام إذا صام الصيام اللي هو بدخول الشهر إذا رآه واحد عدل فإن قوله حجة وهذا دليل على أن خبر الواحد في الشريعة حجة وأن القول بعدم حجيته كان مع الأسف متكأ لبعض المخالفين في العقيدة في الصفات والآيات والأدلة التي تدل على ما يكون في اليوم الآخر من أحاديث تبتت بطريق الآحاد أو أمور كثير في الشريعة ثبتت بطريق الأحاد يردونها وهذا قول مرجوح وقول ضعيف خلاف ما عليه المحققون من أهل العلم وهو أن خبر الواحد حجة حتى في العقائد ويأخذ به متى ما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز ذكر الرجل بعاهته وكان رجلا أعمى يجوز الإنسان إذا ما يعرف إلا بالعاهة كالأعمى والأعمش والأعرج والمتين والنحيل وغير ذلك إذا قصد التعريف به للاستهزاع والاستهتار والاستخفاف به أو أو إحزانه أو ما إلى ذلك من الأمور فهذا لا يجوز إذا كان للشتيمة أو للعيب والقدح ليس بغيبة في ستة وذكر منها الشخص الذي لا يعرف إلا ب صفة تلازمه قال وكان رجلا أعمى بل جاء القرآن عبس وتولى أن جاءه الأعمى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وكلها وقعت في أفراد من الصحابة رضي الله عنهم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ومن الفوائد جواز نسبة الرجل إلى أمه ابن أم مكتوم يجوز أن تقول ابن الشيخة فلانة وابن مثلا الأميرة فلانة وابن الوجيهة فلانة وابن فلانة نعم لا يعير طبعا بالمرأة وإنما الأصل أن يقال ينسب لأبيه لكن أحيانا قد تكون أمه أشهر من أبيه فتذكر نسبته إلى أمه ليعرف وليكون أقرب للتعريف به هذه بعض الفوائد في شيء شكرا للجميع ونسأل الله في ختام هذا الدرس أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا وإما يحبه ويرضاه اللهم أغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح أحوال المسلمين وأدم الأمن والأمان في ربوعهم يا جواد يا كريم وانصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان واحفظ هذه البلاد بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية واحة للأمن والأمان وموئلا للعقيدة والتوحيد ومأرزا للمؤمنين والمعتمرين والزائرين وضيوفك يا رب العالمين اللهم وفق المعتمرين وتقبل منا ومنهم صالح الأعمال ووفقنا لكل خيل وجنبنا كل شر واحفظنا والمسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار واحفظ علينا أمننا وعقيدتنا وقيادتنا واستقرارنا ورخاءنا واجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة يا ذا المن والفضل والعطاء والمنة يا جواد يا كريم واشمل الحاضرين والسامعين والمتابعين والمرتبين لهذه الدروس بالأجر والمثوبة يا خير مسؤول ويا أكرم مأمول وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته